السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون معنا فرصة كويسة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها حب أوضح اللي كان فيه فرص كتير جدا كنا عرضناها كنا عرضنا منح في كوريا الجنوبية في اليابان في تايوان في فرنسا في أمريكا وفي دول تانية كتير وكنا عرضنا سلسلة فرص تطوع والصفر إلى الخارج وعرضنا فرصة تمويلية بقيمة 10,000 دولار ل 15 فايس كل شهر وكان فيه فرص كتير جدا تانية ياريت اللي مشافاش يرجع تاني ويشوفها وعشان توصلك ايها حاجة جديدة من القناة بتاعتنا ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب أوضح برضو ان اي موقع تقديم احنا بنعرضه في الفيديو او اي مقال بيوضح التفاصيل بتاعت المنحة فهتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان هتلاو روابط صفحتنا على الفيسبوك وروابط جروباتنا على الواتساب اه في صندوق الوصف برضو اسفل الفيديو طيب بالنسبة الفرصة بتاعت النهاردة هي حاجة مميزة جدا اه حاجة يعني تعتبر لاول مرة هتتعامل اه تمام ده السنة الاولى اللي هتكون لها يعني الاقبال عليها مش كبير جدا فرصتك في القبول والفوز كبيرة بس حاب يوضح حاجة ان الفرصة دي مش موجود لها اي شرح على اليوتيوب ويعتبر انا اول واحد فاشرحه والشرح اللي انا هشرحه النهاردة هيكون شرح وافي وشرح كامل فهريت انك تكمل معايا الفيديو لحد الاخر وتتفرج على كل ثانية فيه لان كل ثانية فيه مهمة جدا لان الدقة فيه مطلوبة انك تكتب كل حاجة بالتفصيل وتوضح كل حاجة بالتفصيل عشان يكون القبول ان شاء الله مضمون فيها فتابع الفيديو كويس وركز فيه التفاصيل عشان ان شاء الله تكون فرصتك في القبول مضمونة طيب تعالى نتعرف كده على الفرصة دي واحدة واحدة بيقول لي ان الفرصة دي هي فرصة لحضور مؤتمر في بريطانيا تمام ممول بالكامل مقدم من مؤسسة اسمة CSAE تمام دي المؤسسة اللي عرضة الفرصة بيقول لي ان الدولة هتكون المؤتمر ده موجود فيه بريطانيا في مدينة اوكسفورد تمام كده يبقى هو مؤتمر هيكون موجود فيه دولة بريطانيا في مدينة اوكسفورد المرحلة هو لكل المراحل والطلاب والخرجين يعني سواء انت سنوية عامة سواء انت بتدرس في الجامعة دلوقتي سواء انت مخلص دراسة اي مرحلة دراسية تقدر تقدم عادي من غير اي مشكلة مفيش افضلية لاي مرحلة التخصصات بيقول لك اي تخصص مقبول للتقديم يعني ملاهاش علاقة بالتخصصات لانه هو يكون مؤتمر هيتناقش فيه مواضيع مختلفة فما لقاش علاقة بالتخصص بتاعك سواء انت تخصص هندسي تخصص طب تخصص ادبي اي حاجة مقبولة تمام كده شرط العمر جميع الاعمار مقبولة بالاستثناء تمام كل الاعمار مقبولة مفيش حد اقصى ولا حد ادنى للأعمار بس طبعا يعني اكيد مش هيقبله مثلا اقل من سن 17 سنة او كده فالاعمار مثلا تبدأ من سن 17 سنة فيما فوق اه بالنسبة للتمويل بتاع الفرصة دي الفرصة دي ممولة اه تمويل شامل تمام تذاكر الطيران عليهم تمام الزهاب والاياب عليهم هيكون في اقامة في فندق تمام كل التكاليف اه بتاعت الاقامة هتكون عليهم اه هيكون فيها الطعام اه مجانا تمام واي رسوم للتسجيل اي رسوم رسوم لحضور المؤتمر او رسوم التسجيل في المؤتمر او اي حاجة اي رسوم اخرى اه بخلاف تذاكر الطيران والاقامة في فندق الطعام هتكون شاملة على اه المؤتمر تمام كده طيب ايه الهدف من المؤتمر ده او هيتعمل ليه بيقول لي الهدف من المؤتمر ده هو هينقشوا فيه علاقات الصين الاقتصادية والتنموية والا الاقتصادية مع القرى الافريقية تمام يعني هيتنقش فيه علاقات اقتصادية وتنموية مع القرى الافريقية هو عبارة عن اه الهدف منه ان بيوضح علاقة الصين بالقرة الافريقية ازاي وايه وايه الهدف من العلاقة دي او الشراكة اللي الصين بتعملها مع القرة الافريقية وهيتكلموا فيها عن مواضيع زي المساعدات والتجارة الاستثمار الاجنابي المباشر والتصنيع والدين العام وبادرة الحزام والطريق والاستدامة البيئية والحكومة والمؤسسات تمام يعني هيكون فيه مواضيع كتير جدا حاولين العلاقة بين الصين والقرة الافريقية تمام كده متطلبات التقديم بقى عشان تقدم متطلبات التقديم بسيطة جدا 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 اول حاجة عشان اوضحها بس ان مش محتاج انت لغة انجليزية خالص مش محتاج شهادة لغة انجليزية يعني محتاج لغة انجليزية بس يكون بتتكلمها بشكل يعني على الاقل متوسط تمام ما مش محتاج شهادة اثبات لغة اه مش مطلوب منك اي لتسولة ويفل ولا اي شهادة من الشهادات دي خالص الموضوع بسيط طبعا كل الدول مقبولة للتقديم مفيش استثناء لدولة عن دولة اخرى لأ كل الدول مقبولة تعال بقى نتكلم في المتطلبات للتقديم اول حاجة مطلوبة منك انك تكتب مقال صغير تمام كده في مقال هتكتبه طيب المقال ده يجب ان يحتوي على عنوان واضح لازم اتعمل لي عنوان وهنفهم دلوقتي كل حاجة بالتفصيل يبقى اول حاجة اللي انا شرط التقديم تمام او شرط القبول في المنحة دي او الفرصة دي ان انا لازم اكتب مقال المقال ده المقال ده بيكون في شكل bdf او word تمام هتعمله في شكل bdf او word طيب المقال ده المفروض انا هتكلم فيه عن ايه قالك المقال ده هتتحدث فيه ما لا يقل عن ثلاث مواضيع تمام وتختار مواضيع من الموضوعات اللي احنا ذكرناها هنا او ذكرناها هنا المفروض المؤتمر هتكلم عنها يعني مثلا هو المؤتمر هيتكلم عن العلاقة بين الصين والقرة الافريقية فبيقولك انت تتكلم عن ثلاث مواضيع جوة المقال ده زي موضوع حجم التجارة مثلا ما بين الصين والقرة الافريقية. او مجموع المساعدات بين الصين والقرة الافريقية. الاستثمار الاجنابي بينهم الاقتصاد السياسي. فانت لازم تختار ثلاث مواضيع او اكتر وتتكلم عنها داخل المقال ده. تمام كده? يبقى الموضوع بسيط. اه بعد كده لازم تعمل عنوان فرعي لكل موضوع داخل المقال. يعني مسلا انا اخترت الاقتصاد السياسي. تمام? يبقى لازم ما اكتبش الاقتصاد السياسي مع المساعدات مع الاستثمار الاجنبي كله داخل بعضه لازم اعمل دي لوحدها تمام عنوان فرعي لوحدها والمساعدات عنوان فرعي لوحدها والاستثمار الاجنبي مثلا عنوان فرعي لوحدها يبقى كل واحدة ليه عنوان وكل واحدة التفاصيل اه تحتها تمام كده يبقى لازم عنوان فرعي لكل موضوع داخل المقال يجب ان لا تخطى المقال خمسمية كلمة ماينفعش انك تعدل خمسمية كلمة تمام اقل ماشي. انما اكتر من خمسمائة كلمة صعب. ما ينفعش. اه بيقول لك كمان داخل المقال ده لازم تحط اسمك. تمام? ولازم تحط عنوانك. والبريد الالكتروني الخاص بيك. يعني لازم تحط التفاصيل كلها عنك. طب واحد يقول لي اهو انا محتاج التفاصيل دي بس. بس الاسم والعنوان والبريد الالكتروني ايوة فعلان. مفيش اي تفاصيل تانية هما محتاجينها منك لا بسبور ولا بقى الدرجة العلمية بتاعتك. ولا انت بتدري استخصص ايه ولا اي حاجة. يعني القبول كله معتمد على المقال ده. انت لو كتبت المقال ده. مسلا المقال ده كانت اه يعني اه دركته كويسة. او كانت مسلا قبوله كويس من المنحة او الفرصة. فانت بالتالي قبولك ان شاء الله يكون مضمون. ان القبول كله معتمد على المقال ده. تمام كده? مش مطلوب منك اي حاجة تاني غير اسمك وعنوانك والبريد الالكتروني بجانب المقال. اه مطلوب لازم اه تقدم طلب للتمويل. يعني احنا ذكرنا هنا ان الفرصة دي بتقدم تذاكر طيران اقامة فندق طعام ورسوم تسجيل. بس الكلام ده كله مشروط بحاجة. مشروط انك لازم تقدم لهم طلب انك عايز تمويل لحضور المؤتمر. لان في اشخاص ممكن عايزة تحضر المؤتمر بس تدفع التكاليف على حسابه. فهم كتبوا في الموقع الرسمي للفرصة. كتبوا ايه? لو انت عايز التمويل لحضور المؤتمر. فانت لازم تكتب الجزء ده. لازم تقول لهم مسلا انا بتقدم بطلب مسلا انك توفروا لي تذكر الطيران والسكن والطعام واي تكاليف اخر. لو ما كتبتش الجزء ده. الطلب بتاعك مش هيبقى اه مقبول للتمويل. تمام? يعني مش مش هتبقى محطوط في اه قبول التمويل. طيب كيفية التقديم بقى لحضور المؤتمر ده. يقولي بعد كتابة المقال ده وانك تحط فيه كل البيانات المطلوبة منك. بتروح بعثه للا آآ اليميل ده. تمام? يقول لك يتمRAسال المقال الى هزا البريد الالكتروني. طبعا هما في الموقع الرسمي اه اه او الاعلان آآ الرسمي ل المؤتمر. قالوا انك لازم تبعث على الايميل ده. وقالوا حاجة كمان مهمة جدا. انك لازم لما تيجي تبعث آآ المقال بتاعت انك تحط العنوان آآ مش عنوان المقال لا. عنوان الايميل. الطايتل بتاع الايميل لازم تحطه يعني لازم تكتب ان انا عايز اقدم لحضور مؤتمر للقاط من الصين وافراقيا. وحنعرف ازاي نقدم بالتفصيل بعد شوية هوريكو ازاي اه تقدم وترسل ايميل ليهم وكل التفاصيل ان شاء الله. اه بيقول مدة البرنامج من اتنين وعشرين لاربعة وعشرين مارس. تمام? يعني المدة يومين. بس طبعا انت هتروح قبلها بمدة وطبعا بعد ما تخلص اه المدة بتاعتك اليومين دول هتيبقى في فترة تانية برضو ممكن تعودها في البلد يعني الفترة هتكون اطول. وانك تقدر تتعرف على البلد آآ بشكل اكتر تمام? وكمان التمويل هيكون عليهم بالكامل يعني الفرصة آآ كويسة جدا ليك. آآ اخر معود للتقديم هو خمسة وعشرين اكتوبر الفين وتسعتاشر. تمام كده ده اخر معادي يعني نقدر نقول بعد اتناشر يوم. فالموضوع بسيط تقدر تقدم بكل سهولة ومش هياخد منك وقت التقديم. انا هنا هتطلقوا الاعلان الرسمي تمام لو حد عايز تأكد ده الاعلان الرسمي للمنحة وده انا كاتب الاعلان الرسمي باللغة الانجليزية عشان في ناس آآ بتتبعنا من دول تانية غير عربية فتقدر تخش على لين كده وتشوف. فالتنين نفس بعض. تمام? آآ طيب تعال بقى نتعرف ازاي انت تقدم ليه الفرصة دي. انا هنا هتطلقوا نموزج للمقال اللي انت هتكتبه تمام? بص كده. هو كان طلب مني هنا. اول الحاجة كان طلبها مني. اللي انا اكتب البيانات بتاعتي صح كده اكتب الاسمي والعنوان والبريد الالكتروني تمام? انا هنا كتبت الاسم آآ البريد الالكتروني كتبت العنوان بتاعي. بقى انت هتيجي في الخانة دي وتكتب اسمك آآ بريد الالكتروني بتاعك العنوان بتاعك ده في المقال تمام? واحنا قلنا المقال ممكن يكون في صورة او بي دي اف. فده صورة تمام? فتحط البيانات دي من فوق. طيب قلنا لازم يكون في آآ عنوان للمقال. للمقال ككل. لازم يكون له عنوان من الداخل. يعني ما ينفعش انك تبدأ الكلام على طول عن المواضيع. لا. لازم تعمل عنوان واضح للمقال. زي ما مثبت هنا. تمام? كنا تكلمنا هنا. وقلنا لازم يكون في آآ عنوان عنوان ايه واضح للمقال. تمام كده? طيب. آآ بعد كده لما بتكتب العنوان لازم تكتب مقدمة. يعني مسلا مش هتخش على تكتب المواضيع المطلوبة منك على طول. لا. لازم تكتب مقدمة فانا بسلا بقول لهم ايه هنا بقول لهم يعني احنا هنتكلم عن اه الجوانب الاقتصادية للصين والقارة الافريقية نتكلم عن بعض الجوانب فيها وايه الفوائد من اه العلاقة ما بينهم تمام كده يبقى لازم تكتب مقدمة طبعا دي مثال مش تحطها بالتفصيل يعني مش اي واحد يوم جاي واخد الكلام ده كوبي بيست ويحطه لأ يعني انت ممكن تطول في الكلام اكتر من كده في المقدمة بتاعتك عادي جدا انا بس كاتب مثال تمام عشان ما ينفهاش تخش في المواضيع مباشرة اه بعد كده بتبدأ في المواضيع بتاعتك مثلا احنا قلنا هنا لو تفتكر قلنا هنا ايه احنا محتاجين تلات مواضيع او اكتر تمام كده وتختار من المواضيع دي اللي احنا اتكلمنا عنها التجارة او الاقتصاد السياسي او الكلام ده كل يبقى انا هنا هاجي هاختار لي تلات مواضيع هتكلم عنهم مسلا التجارة مسلا تمام يبقى لازم هتكتب كلمة التجارة هنا وتتكلم عنها بقى ايه اللي علاقة التجارة العلاقات التجارية مسلا ما بين الصين والقرة الافريقية وتتكلم عنها هنا تمام الاقتصاد السياسي تتكلم على الاقتصاد السياسي بين الصين والقرة الافريقية اه مسلا تمام اللي هو المساعدات بين القرة الافريقية والصين. تتكلم عنها. تمام? يبقى انا مسلا اخترت ثلاث مواضيع. انت اختار مسلا اربعة تمام? آآ وتكلم عنهم. آآ بعد كده بقى بعد ما بتخلص المواضيع بتاعتك طبعا اعمل خاتمة عشان يبان ان خلاص ده مقال كامل. ليه مقدمة لآآ نص او ليه مواضيع جوه المقال. وطبعا الخاتمة بتاعته بتقول مسلا ان في في النهاية احب اوضح ان مسلا العلاقة بين الصين والقرة الافريقية ليها دور فعال في انعاش الاقتصاد على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. ده معنى آآ النهاية تمام? فانت طبعا دي برضو كمثال انا كتبتها بنفسي. فانت تقدر تكتب آآ الخاتمة برضو بنفسك. يعني الموضوع بسيط جدا مش محتاج انك تاخد مسلا كلام ده كوبي بيست. تمام? يبقى انا مسلا كتبت البيانات بتاعتي. كتبت عنوان للمقال. آآ آآ كتبت مقدمة. كتبت المواضيع بتاعتي كتبت النهاية بتاعت آآ المقال. كده الموضوع كله كده كامل. خلاص انت كده كتبت المقال بتاعك وما تنساش ان المقال لازم ما يتعداش الخمسمائة كلمة. طيب انا كتبت المقال هتعمله تمام? وتكتب اسمه تمام? تكتب مسلا اللي هو تكتب العلاقات بين الصين والقرة الافريقية. وبعد كده تروح على الايميل بتاعك وتبعته. ده الايميل بتاعنا تمام? قلنا ان فيه هنا لازم تكتب الايميل بتاع المنحة اللي انت هتبعته عليها. فبيقولك هتبعته المين? فده الايميل اللي احنا كنا تكلمنا عنه هنا. تمام? آآ كنا وضحناه هنا الايميل ده. ده اللي احنا هنبعت على الفرصة. فهتاخده هنا وتروح آآ تحطه في الجزء ده. تمام? هتروح تحطه في الجزء ده. بعد كده تكتب العنوان بتاع المقال. تمام? او بتاع الايميل. زي ما وضحنا. بعد كده تيجي هنا تقول مسلا ان انا بقدم المقال ده بتاعي بيتكلم عن الموضوع العلاقات بين الصين والقارة الافريقية. وما تنساش تكتب بقى الحاجة المهمة اللي كنا ذكرناها ان انت تكتب انك عايز تقدم طلب لتمويل كامل التكاليف من المؤتمر. تمام? دي هتكتبها في الايميل. انك بتقول لهم انا عايز طلب انك تماولولي كل التكاليف بتاعت الفرصة. لانه هم ايلين الكلام ده وموضحينه. تمام? كده? بعد كده بتحط المقال بتاعك هنا. تمام? بتعمله آآ التاتش. تمام? وبتحطه هنا. وبعد كده بتعمل سند ارسال للمقال بتاعك. يبقى انت كده قدمت بكل سهولة. الموضوع مش محتاج اي حاجة خالص. لم يحتاج منك شهادات. مش محتاج منك بسبور او بطاقة اه الهوية او البطاقة الوطنية. مش محتاج منك اي حاجة خالص. القبول كله بيعتمد على كتابة المقال. تمام كده? نرجع برضو هنا تاني. ده الموقع الرسمي هنا عندنا. تمام? ده الاعلان الرسمي للفرصة او المنحة. هورهه لكم برضو عامل ازاي? ده اعلانهم. آآ كاتبين كل التفاصيل هنا. بس انا ترجمتها لكم. يعني دي كل التفاصيل. هنا التفاصيل معقدة شوية. يعني تحس ان التفاصيل مبهمة مش واضحة. انما انا ترجمتها لكم بالتفاصيل عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم. بيقول لك انا اخر معاد خمسة وعشرين اكتوبر. بيقول لك انك لازم تكتب مقال. موضح فيه بعض المواضيع. لازم خمسمائة كلمة بحد اقصى. ده اا الاعلان الرسمي للفرصة. تمام كده? اظن كده كل حاجة واضحة وكل حاجة عندك بالتفاصيل ما فيهاش اي مشكلة. وانا اتكلمت والله العظيم يعني انا حضرت للموضوع ده بجدية كبيرة عشان يكون قبولك مضمون ان شاء الله لان الفرصة دي او المؤتمر ده هو اول مرة اتعامل. فالموضوع مش تنافسي. وان شاء الله لو قدمت اا تكون من المقبولين. اتمنى يا رب تكون الفرصة بتاعت النهاردة عجبتكم. وان شاء الله موفقين ومقبولين في الفرصة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.